جميع مرحبا بكل الناس اللي اختارت بش ترافقنا في رحلة جديدة وحلقة اخرى مرحبا بكم في رفماق الاثنين عشرين فيفري الفين وثلاثة وعشرين ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم من توقع حتى للتسعة ونص نرجو فيهم لحسيلة الاحداث في تونس والعالم في حلقة خاصة جدا وفي حلقة للامانة سعيب على الجميع على كل الناس اللي حاضر هنا في البلاتو بعض الخبر اللي هزد البارح الناس الكل وفات صديقتنا ريم الحمرونية الاعلامية والفنانة والمسرحية والممثلة ولكرونيكوز هنا في الديوان مع برنامج عفاف في كافي كرام بعد نوبة قلبية موت كان مفاجأ ومثل صدمة للجميع ريم اللي طفلة البسيطة عرفت هنا الامانة في الديوان عند اقبال على الحياة غريب عند جوادو فيفر غريبة طفلة تعطي كان الانرجية مزينة عرفناها الكل هنا وجزء منها في الديوان ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها وإن لله وإن إليه راجعون كما قلت الاخبار البارح كان صدم لدرجة كبيرة لكلنا تقريبا ما صدقناش لاخبار في الدقائق الأولى وحتى في الساعات الأولى حتى تأكد الخبر تلك أقدار الله إن لله وإن إليه راجعون ربي يرحمك يا ريم ربي يصبر عائلتك وربي يصبر ابنيتك إن شاء الله تعزين الحارة لكل عائلت صديقتنا ريم ربي يصبرهم على الفراق لا أجد الله كلام للأمانة هي لحظات ديما نعيش فيها قال صدمة نفهم أن الحياة فانية والحياة لحظة الحياة لحظة وتنتهي هذي كأقدار ربي وذي كحكمة ربي في الحياة متعنا لحظات خليك تقع تتسائل على الحياة اللي عايشينها وعلي سهير وعلي نعمل فيه وعلى جاري نورة الدنيا حتى ينهار كل شي في لحظة لنا جدا لكلمات نعزي ورواحنا ونعزي وعائلت الدوين ونعزي وعائلت أريم الله حمروني ربي يصبركم ربي يرحمك كريم وإنشان ربي يعطيك لقد قلبك في الجنة وإنشان ربي يتقبلك برحمته اللي واسعة إن لله وإن إليه راجعونا صباح عليكم لأولاد نبدأ بيكبرين السباح الأنوار صباح الخير راف ولا قوة إلا بالله ما عرف إيش أنا راف صدي عرفتها لليه عرفتها في الدوين محلها كل برا مشبه كل برا محلها كلاما محلها ضحكتها والله العظيم لنهار لول كنت لحكي لسوليا قبيلا أول محلها ريتها لنا في الدوين البوزتها قتلي محليكي حاش أول مرة نتقابل أول مرة تبوسني فيها محليكي حاش لعم قولي أنا محليك يا رب روبا يا بايا إن شاء الله يا ربي يرحمك ينامك إن شاء الله من عباد الجنة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سندريلا سبيح النور سبيح النور سبيح الورد سبيح الفل على تونس الكل نعرف طوال العباد يمكن قصده ربي للخدمها ونعرف اللي هو مزيدا حاسين بنا مش سهل علينا عبد كل يوم نتقابلوا معا كل يوم نشربوا قهوة مع بعضنا كل يوم نضحكوا مع بعضنا معناها حاجة ما مهدت النايش يعني اللي هي بيش تغادر الحياة يمكن الإنسان كيبدأ يشوف العبد مريض ولا حاجة ينجمي يقنع روحه وإنه ينجمي توفى اليوم ريم غادرتنا فجأة إن شاء الله ربي يرحمها ربي يصبر بنتها ربي يصبر عائلتها البرحة شفت برشة ناس حظروا الريم في دارها جاءوا إعلاميين صحفيين ومثلين يعني بيش تعرف قديش الناس تحب ريم ريم طيبة برشة نعرفتها زادة في الديوين ما شفت منها كانت ضحكة ما شفت منها كانت تبسيمة نحب نعزي عائلتها وبنتها ربي يصبرها وربي يشالها تكون في الجنة نحب زادة نعزي عفاف الغربي خاطر نعرف عفاف قديش تحبها وعفاف اللي وين ما تمشي تكون معها ريم نتصور اللي بيش تكون صعيبة عليها ربي صبرك يا عفاف ربي قويك ربي إن شاء الله ديما كل ما تتفكرها تترحم عليها وربي صبر الناس اللي تحب ريم الكل يا ربي حاتم بونجور صباح خير صباح خير نسو الكل مريم الحمروني معناها ما يختلفوش سنين في معناها يعرفوها نعرفوها بالجداء والبارح دليل معناها فهما إجمع تام أجمع تام على صفحات تواصل اجتماعي لروحها لفقدينها معناها ناس موجوعة بسانسيرمو زادة ما هوش تعرف في الوسط الفني بعد ساعات تصاور واحد ناس تمشي تتفعل بطريقة أو بأخرى كانت مريحة الروح جميلة العقل فصيحة الكلمة شجاعة الموقف ونتفكروا نهار 14 جنوبي في الصباح كيفاش مشيت مع راضيا النصراوي بش تنزحويش حمى وتطالب مع راضيا بإخليص سبيله هي عندها إنسانية برشة وحرة في مخها في تفكيرها في كل شيء نعرفها خدمت معها برشة خدمت معها في الوطنية كانت نكاز معايا خدمنا زادة في المسرح كانت على التجارب واليوم معناها بالحق الصعيب يسر ونعرف كما قالت ومايما نحنا فما مستمعين ونتقاسموا معهم كل شيء نتقاسموا معهم تحالي نتقاسموا معهم البيه الخايب نتقاسموا معهم مشاغلنا في وضعية اللي كنا تعبين كنا تعبين حتى منتلموا معناها نفسيتنا مع الضغوط منتع الحياة والتغيرات اللي يمكن مرة نبدأوا نتفاعلوا معها بعض صعات بعض صعات نبدأوا مبهمين في الدنيا هذية وكيفيش تفاجأنا كل مرة الحياة كما تفاجأنا بالبيه أرزماء على ذيك نحنا نعيشو كما زادة تفاجأنا بمواقفة كنعيشوها مجبارين بس نعيشوها وكهو مشاترين منوضعوها نقولوا له وداع الحياة صحيح بشتتواصل لكن أنا خامن في الوقت هذا في بنتها مراقة بشترقى روحها في معترك الحياة ونعرف اللي يفقد أمه في السن المراقة من أصعب ما ينجم يعيشو الإنسان وشكرا زياد بونجور صباح خير رفيق صباح خير نيس لكل كما قال الحاتم ربي يرحم ريم الحمروني برح نحنا كنا كنا قاعدين وبالحق ما صدقنيش الخبر هذي هي لها الحياة ربي يرحمها وربي صبر بنتها وإن شاء الله العبيد اللي يحبوا ريم ما ينسيوش بنتها وماك تعرف الموت أنت أكثر عبد يتمسي العائلة وغاستن بنتها وما جاءت السباح قلت الحاتم نحكي معا قلت له بنتها كيفيش بش تكمل المشوار ولكن بقودة ربي ربي في الموت ينزل صبره وكيد بش يقويها ربي مع بنته ربي صبرها ربي إن شاء الله يرحم أمها خاطر شوية كبيرة وبش يكون لها درس في الحياة وإن شاء الله تطلع قوية كيما أمها وتنور أمها في قبرها في الحاجات هذو ما والله يا رفيق ما ترقى ما تقول ماذا بقي واحد ما يجيش يقعد في الدار ولكن كيما قال الحاتم نحن المستمعين أخواتنا نتقاسم معاهم كل شي ربي يرحم كل واحد ميت وربي يشفي كل واحد مريض توا يسمع فينا آآ يسمع فينا وكهو ربي معانا العبد لكل وكهو ناسر بدوي سباح النور أهلا بك رفيق مرحبا بكم مرحبا بيكم مرحبا بلي يسمعوا فينا كل رفيق باسعة تعرف إنسان في وقت وجيز وكاني بتعرفه عندك سنوات وسنوات أنا ريم الحمروني ما كنتش نعرفها قبل كنت نسمعها نظرش فيها لكن كي شفتها لهنا شفت المواقفة متاحها شفت العقلية متاحها ضحكتها على وجه تخليك المرأة هذه تدخل قلبك تحبها تحب كيما قلت أنت تحب الحياة تحب الدنيا محلاها ريم قدكش متروب بيا قدكش خلاقة عالية البارح أنا كنت مشيت لدارة وشفت الناس معتها كيف يشتبكي بحرقة كبيرة على ريم الحمروني وفي نهاية الأمر مهما كانت المسيرة النجمون عملوها لكن هذا كان اللي يقعد في نهاية الأمر للعبد لكن زينا نتعظم الحياة هذه اللي راهي زي لعم يدون فيها حتى 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 شيء كل شيء نجم يزول تقعد كان الصمعة الطيبة مهما كانت الحاجات الإيجابية ولا سلبية لكن تقعد محبة الناس شاء الله ربي يحمي بنتها في هالوقت الصعيب هذه اللي بالحق معناتها اللي يموت الله يرحم ويخلي تاريخ ويخلي شنو أعمل في الحياة لكنك البنية ذيك لابدها معتها من تشوفوا معت كيفاش ينجموا ربي يحميها وربي يبقى عليها السطر وربي يحمي الناس كل وكو صباح الخير كما قلت رفيق واحد ما ما يلقى ما يقول على الخطر سماح وبالي وقت وتوفى عبد بصفاعة ما تلقى ناس يشكرو فيه اما بالنسبة لي فما ما جميع بالحق سامحوني انان لي ما عرفتها عنزي سنوات ولا حقيقة عملي عملي ما شوفتها مدخشة ولا عملي ما شوفتها الدجاج دي زون لغاتيف ما أنا حاجة كيفاش حتى يتحكي على حاجة خايبة دي ما الزحكة الزحكة حاضرة و دي ما تفادلك حاضرة كي دي سباح معنا لكنا نارفوك فيش تدخل ريم بالزحكة وبالتفادلك ربما برشة ناس يعرفوها كانت متعددة البواهب معنا واحد يزبو نشوفها على خشابة المسرح اللي نغجي اللي عندها واللي تدوي اللي حقيقة معناها في برشة حاجات كهو الموت حق ربي صبر بنتها وفهم كليم نقولوها في مواقفك منهزوها بالحق حبو بعثكم الدنيا فيها موت ربي يرحم ريم الحمروني ربي يصبر عيلتها وإن لله وإن إليه راجعون هي عند ربي وربي يرحم منها ناس كل مخي في بنتها ربي يحديها القوة ربي يصبرها وبنتها كما هي أمانة في رقبة الناس اللي حبوها وعيلتها وأصحابها هي أمانة زادة في رقبة الديوين والمؤسسة هذي أمانها لأنه توفيت أمه وهي بنت الديوين والمسؤولية كيف كيف والأمانة في رقبة المؤسسة بتاني الديوين وبمعرفتي بالناس اللي في الديوين ما نشكش لحظة أنهم مش يقوموا بالواجب مدمة الطفلة هذية صغيرة وتستحق لشكون باش يعاونها وباش يقف معا في معترك حياة ما هو السهل ويسعيب ويصعب أكثر وقتل يتغادر الأم رب يرحمها وينعمها هو درس آخر من الحياة أنه الحياة فانية وأنه في لحظة نجمو كلنا نغادروا الحياة برح نسكل هكا وكل واحد يخذي هكا بيدرو كيل ويخمو يقول كنت النجم نكون أنا في عمرنا معناها تقريبا نجم تكون أنا بنتي اللي تيتمت وبنت فلين وولد فلين دوك هو درس الناس الكل اللي تسمع فينا دخلت نعم في تلك هكا على على فيديو متاع المتعريم هكا اللي على الديوين وغيره كذي ونقرأ في الكومنتير اللي قديمه والعبيد اللي تنجم تسبه والعبيد اللي تسمعك الكلام والعبيد النجم والكما يصير اللي نحن بيصير وكذي وكل خيوبية اللي يخرجوا فيها الكل مش حتى لي موقع فراوخة تسعاتها تنجم يلا يرحمها تتضمر واحد من اللي يسمع ما عجبوش الضمارة ذاكا ولقالت حاجة يفي مخضحك هو ما عجبوش اللي كم من الهاية المينة سب والكلم اليوجة والكلم اليمس والكلم 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 رح على تريم وخلت لكم العائم الخايب اللي توم عايشين فيه الناس اليوجو حتى بلا كلمة ساعات منعرش بوتاتر فيهم مش كون يسمعتوا فرصة بش نراجعوا شوية أروحنا معناها والخيوبية نقصوا منها حتى كما نجموش نقضيوا عليها بوتاتن لانو فهمة ناس قلوبهم معبية بالخيوبية نقصوا منها شوية 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 خطر انت كي كنت تكتب مثلا ريما كي تقرأ وتتقلق وتعفص على قلبها بش تكمل تخدم و بش تقفل بنتها و بش تقفل عائلتها و امها تتقلق و كيف كيف طوريب خلت لكم الدنيا و رحلت فرصة بش نسكل تراجع أروحها لانو كل كلمة تقالت و كل سبة تقالت و كل حاجة وجعتها تقالت هي بش تيخو حقها عند ربي نهار اخر و عش عندك فرصة انتي تقولي في ذاتي يوم ثبيتها ولا عملت لها ولا وجعتها مش تطلب منها حتى سماح لانها رحلت الى العالم الاخر ربي يرحمك يا ريم و ربي يصبر عائلتك ان شاء الله و ربي يصبر ابنيتك نعودها و نقول بنتها مسئولية و امانة في رقبة الناس لتعرف ريم و في عائلت ريم و في الديوان لانو ريم غادرتنا و هي بنتنا و بنتها ما زالت صغيرة و ما زالت مقبلة في معتركة الحياة نوصلوها الى بر الامان ان لله و ان اليه راجعون تلك هي اقدار الحياة مش نحاولو نحكيو شوية اكتوية للامانة ولكن احنا نحاولو نتقابلوا على رواحنا لانا للسعيبة برشا هالربحنا و انها الاخمينة سنينة نعملوا في قاوي و تلحك وتلعب و نحكيو كل يوم موعدنا دي ما كان ثمانية في البوز نتلموا معها مع عفاف ومع كده نوك فجأة انت حس تروحك عايش في كيكين لعبة مش حياة معناها كل مرة واحد هكي يتشبدت و دنكوه معناها حياة واقدار ربي ما عناش عليه اعتراق ما عادش عندها لكبير لصغير لعمر لمنطق لحتى شي كون قاعدين ملمومين هكي اوب فجأة واحد يتشبد ويختار و ربي بش يغادر العالم هذي شاء الله ربي يا رحمة كريم انا عرفتك في الديوان الامانة ما كنتش نعرفت معناها لكن طفلة عندها اقبال رهيب على الحياة وتدخلوا دي ما هكي شيخة و هيجوا عامل جو و كذي رغم ما تحميله من مشاكل و من حاجة سعيبة في حياتي عرفتها من هارينا ذو ما معناها ما كنتش نعرفها طفلة كانت عايشة ربي في بنتها كيل قطوسة معناها شد بنتها بسنيها وتحارب في الدنيا ان شاء الله يا ربي ربي يعطيك على قد قلبك في الجنة و ربي يقاوي بنتك تلك اقدر الله ان لله و ان اليه راجعون نعود بعد الفصل